مرحبا أنا دكتور ناد عبد الباقي خصائية الجراحة العامة جراحة المناظير بدي أحكي لكم اليوم عن خيارات علاج البواسير الداخلية البواسير الداخلية لما تكون بمراحل بسيطة وفي بداياتها بشكل مريض من إشي ممكن يصير يطلع لبرة بعد عملية الإخراج ويرجع لحاله داخل المستقيم هاي الحالات لما تكون لسه في بدايتها علاجها ممكن يتم في العيادة بطرق بسيطة نوعا ما تتضمن هاي الطرق ربط البواسير الداخلية باستخدام مطاطة هذا الربط بتم فوق عملية فوق المكان اللي بيحس فيه المريض فبالتالي بيموت الباصور وبيوء على حاله بدون ما يسبب ألم للمرضى طريقة تانية اللي هي باستخدام أدوية منحقنها بنفس الوريد المسبب لهذا الباصور عشان يسكر هذا الوريد ويختفي أو يصغر حجم الباصور والنوع الثالث اللي هو استعمال الفوتو كواجيليشن أو اللي بيتم عن طريقه حقن أو تصغير حجم هذا الباصور في منطقة أيضا فوق المنطقة اللي بيحس فيها المريض فبالتالي ما بتسبب له ألم وممكن يخلص منه بالعيادة بدون عملية جراحية وبالنهاية إذا كان المريض عالج المسبب الرئيسي لهذا الباصور وهو الإمساك أو التخلص من عملية الشد خلال الإخراج ممكن أنه نحافظ على هذا الباصور بحجمه الصغير بدون ما نعمله لا عملية جراحية ولا أنه يحتاج لأي من هاي الإجراءات في العيادة ويقدر أنه يتعايش مع هذا الباصور بدون ما يكبر حجمه ترجمة نانسي قنقر